الأساطير مش مجرد حكاية خيالية مسلية لكن زي ما قالوا إنها تفسير لأمان الشعوب ومخاوفهم وأحلامهم وكمان ممكن تكون سيرة واقعة مقدسة وروحانية وبالتأكيد فالأساطير قوة فعالة بتحافظ على الأخلاق والثقافة وبتشرح جزء مهم من عقائد الشعوب وعرقهم والأساطير الفارسية بتنتمي للأساطير الهندو أوروبية وهنلاقيها متأثرة جدا بجرانها زي الترك والعرب وطبعا الهنود فيلا بينا نبدأ مع بعض أول حكاياتنا بإسطورة الضحاك وثورة كاوة الحداد في بلاد الحجاز كان فيه ملك عادل محب للخير اسمه مرداز وكان عنده ابن شاب اسمه الدحاك فارس شجاع مقدام لكن نفسه خبيثة ولا تميل للخير في يوم والدحاك خارج من أسره ظهر له إبليس على هيئة رجل طاقي صالح وقدر يستحوذ على عقله وقلبه وإبليس وعده إنه هيخليه أغنى الناس ويحكم العالم كله بس بشرط ما يجبش سيرة اتفاقهم لحد ويقسم على العهد بإنه يسمع كلامه وينفزه وطبعا وافق الضحاك وفي أحد الأيام قال إبليس للضحاك أنت فتى شجاع وقوي ولازم الحكم يكون ليك وتقتل أبوك اللي بقى له سنين هو الملك ولما رفض الدحاك قال له إبليس لو استنت أبوك يموت عشان تبقى الملك هتستنى طول عمرك وكمان هتبقى نقاط عهدك اللي أقسمت عليه وهتعيش طول العمر دليل وفقير فخاف الدحاك ووافق وقال له أخلص من والدي إزاي رد إبليس بخبث وقال الملك عنده بستان بيروح يتعبك فيه كل يوم قبل الفجر من غير حرس ولا حد ينور له الطريق فأنت تحفر بير غوية وتغطيه بالأغسار والملك في الظلام مش هياخد باله ويقع فيه وده اللي حصل وده اللي كان وأصبح الدحاك هو الملك ووعده إبليس بأنه هيخليه ملك على العالم كله بما فيه من إنس وجان وحيوانات وطيور كمان وفجأة اختفى إبليس اللي على هيئة رجل طقي صالح لكن ظهر على شكل طباخ لبق ذكي وأقنع الدحاك إنه يكون طباخه الشخصي وبقى كل يوم يأمله أكل شاهي وجميل وعمر الملك مداؤه ولا شافه قبل كده فاستدعى الملك وقال له جزاء ليك على عملك الممتاز فأنا هحقق لك أي أمنية تتمناها فإبليس الطباخ قال له ما عنديش غير طلب واحد يا مولاي أبوز كتافك عشان أنول الشرف ده وادباهى بيه قدام كل الناس فقال له الملك طلبك مجاب وبعد ما إبليس بأس كتاف الملك اختفى ولكن ظهر من كل كتف من كتاف الدحاك تعبان قسود كبير مخيف وترعب الملك وكل اللي معاه وحاولوا يقتلوا التقبانين لكن كل ما يستقصلوهم يرجعوا ينبتوا من كتاف الملك تاني وهنا ظهر إبليس لتالت مرة والمراضي على هيئة طبيب وفحص التعبين وقال للملك مفيش حل غير إنك تأكلهم أدمغة البشر كل يوم ومع الوقت هيدعفوا ويموتوا الوحدهم وكان غرض إبليس إنه يخلص من البشر ويحقق غرضه الحقيقي وفي نفس الوقت والزمان كان ملك بلاد فارس اللي اسمه جامشيد ربنا عليه غضبان بسبب تصرفاته السيئة وظلمه للعباد فاندلعت ثورة في كل البلاد وكل قائد من قواده ادعى إنه الملك وكون ديش وبدأ يحارب جامشيد وجنود كتير هربوا من بلاد فارس وراحوا للدحاك اللي سموا عنه وعن قوته وسلطته وأقنعوا إنه يغزوا بلاد فارس ويكون هو الملك والفكرة عجبة الضحاك وقال كده لو بقى ملك فارس والحجاز مش هيكون ليه نظير في العالم كله وفعلا خد جيشه العربي مع الجهود الفارسيين واتجه لمحاربة جامشيد اللي لما سمع الخبر هرب وساب أسره وبلده واستولى الدحاك بكل سهولة على عرش فارس اللي سقطت لأول مرة في إيد ملك أجنبي وفضل جامشيد مئة سنة مشرط في العالم لحد ما شافوه جنود الدحاك على ضفة مهر الصين فخدوه للدحاك اللي فورا بالمنشار شقه نصين وخد بناته الجمال شهر ناز وأرنواز وضمهم لحريمه وعاش الدحاك ذو الطبع الثعباني بالشر والسحر وضاع الأدب والأخلاق من الناس وكان جنوده كل يوم يقبضوا على شابين يقتلوهم ويأكلوا أدمغتهم للتعباني وبعد ما عدى تسعمية وستين سنة على تربع الدحاك على عرش فارس حلل إن ظهر له تلات مقاتلين شجعان رجلين كبار واحد أصغر منهم في إيده سيف راسه على شكل طور والنور الإلهي بينور في وشه وانقض على الدحاك ربطوا من إيديه ورجليه وجرجره في السوق وحبسوا في جبل دمواند قام الدحاك مفزوة من النوم استدعى الكهنة ومفسر الأحلحان فقالولوا إن ملكه هينتهي على إيه شخص لسه ما تولدش اسمه فريدون قال لهم ليه عايز يقتل أنا عملت له إيه قالولوا انت هتقتل أبوه والبقرة بتاعته كمان وهو هينتهي منك فأمر الدحاك جنوده يدوروا على أي علامة لفريدون ليه المهار ولو لقوه فورا يقتلوا لكن فريدون اتولد بس الجنود أخدوا أبوه عشان للتعبين يأكلوه فأمه اللي اسمها فرانك هربت بيه وودته لحارس مزرعي ربيه وكان المزرع فيها بقرة جميلة اسمها برماية ما فيه زيها في العالم كله شعرها ألوانه زي ألوان ريش التووس وكان فريدون بيشرب لبنها فبيجبر بسرعة عجيبة زي الأشجار بس كالعادة جنود الدحاك عرفوا حكاية البقرة العجيبة وقالوا للملك اللي راح مع جنوده وقتل البقرة ولكن فريدون هرب مع أمه اللي ودته لعابد زاهد في جبل ألبريز وحكيت له الحكاية فوافق يربي فريدون ورجعت فرانك أمه للمدينة واتجوزت وخلفت ولدين ولما كبر فريدون ووصل سنه 16 سنة ساب الجبل وراح المدينة يدور على أمه اللي بعد ما شافها ولقاها ألح عليها وحكيت له كل الحكاية من البداية للنهاية أما الدحاك ففضل عايش في ألق ورعب من فريدون وجمع كل كبار البلد وقال لهم إنه لازم يكون عنده جيش أكبر يحميه ويحمي البلد ولازم تكتبوا رسالة لكل الأنحات تقولوا فيها إن الملك الضحاك عادل شجاع ومحب للخير عشان الناس توافق تساعدني وأثناء ما هم بيكتبوا رسالتهم سمعوا صوت راجل بزعاء جامل فجابوه الحرس للملك اللي سألوا عن اسمه وسبب صراخه فقال له أنا اسمي كاوه الحداد وكان عندي 18 ولد لكن جنودك خدوا 17 وأكلوا دماغتهم للتابانين بتوعك ودلوقتي خدوا مني ابن الوحيد والأخي فأمر الدحاك جنوده يرجعوله ابنه وقال له ها مبسوط دلوقتي يلا بقى أمضي على الرسالة دي فلما شافها وأراها كاوه الحداد قال بقلوا صوته للأكابر انتم أعوان الشيطان وأنا مش ممكن أمضي على الكلام ده وقطع الرسالة ورماها وبص للدحاك وقال له أنا مش خايف منك وخد ابنه في ايده وطلع برا القصر وسط استغرابه دهشة الناس اللي قالوا للملك إزاي سبته يمشي كده قال لهم لما كلمني كاوه الحداد كأن فيه جبل من حديد بيني وبينه وما قدرتش أتحرك ولا أتكلم وخرج كاوه الحداد للسوق وبدأ يزعق ويجمع الناس اللي كانوا زهقوا من ظلم الملك واتجمع عدد كبير فعلا معاه وراحوا يدوروا على فريدون ولما وصلوله شافهم وعرف ان الأوان قد قاد والوقت قطحان عشان ينتقم من ظلم الضحاك وبعد فريدون إخواته اللي اتنين لسوق الحدادين يعملوله سيف فلاذي على شكل راس طور جمع فريدون جيش كبير وبدأ يمشي من مدينة لمدينة يجمع عدد أكبر من الناس وقابل أعراب أحناف كانوا هم كمان صخطين على الضحاك وظلمه وفي ليلة جهل فريدون شاب جميل في جمال الحريات وعلمه ازاي يفك طلاصم الدحاك وعرف فريدون ان الشاب مبعوث من الله وبيدلوا على الطريق المستقيم فارتاح قلبه وتملى بالسعادة واليقين وتحرك بجيشه لحد ما وصلوا لنهر أرواند وطلب من حارس النهر يجيب السفن وينقل الجنود للدفة التانية لكن الحارس رفض وقال له الضحاك أمر ان ما فيش بعوضة تعدي النهر فنزل فريدون بفرسه في قلب النهر وعدل الضحاك التانية من غير ما يحصل له أي حاجة وقدر يعبر بجنوده النهر واتجهوا ناحية قصر الدحاك في بيت المقدس لكن الدحاك ما كانش هناك بس حرس القصر حاولوا يعترضوا طريق فريدون وجيشه فقضى عليهم بالسيف بتاعه ودخل القصر وهزم كل الصحرة والجان أعوان الدحاك بفضل سيفه العظيم وجنوده قتلوا كل أعوان الدحاك وبعدين خرجوا الحارين وغسلوهم عشان يتطهروا من شرور الدحاك أما أرنواز وشعر ناز بنات جمشيد راحوا ليفريدون وقالوا له إن الدحاك سافر الهن عشان يتعلم من الصحرة هناك إزاي يحمي نفسه منك بعد ما سمع النبوة اللي بتقول إنك هتنهي حكمه وتذله وأمر فريدون بالاحتفال وفرشوا المواقد وبدأوا بالغنى والرأس ولما وصل الخبر للدحاك رجع بسرعة ولما قرب من القصر لبس درع حديد وغطى راسه ووشه بخوزة حديد وتسلق القصر وبس من فوق شاف فريدون وجنبه شهر ناز بيتكلموا وبيتحكوا فنطه نزل مباشرة قدام فريدون وبضربة واحدة من سيفه كسر فريدون خوزة الدحاك واستعد فريدون عشان يسد الدربة تانية تنهي حياة الدحاك سمع هاتف الغيب بيؤمره بعدم قتله لكن يربطه وياخده يحبسه في جبل دمواند ويعيش الدحاك هناك وحيد محدش يزوره من أهله أو أصحابه وبسرعة ربط فريدون الدحاك وخده على جبل دمواند وهناك فكر فريدون تاني يقتله لكن ده الغيب تاني نبهه إن الدحاك لازم يفضل حي في الجبل فربطوا فريدون في جدار غار ملوش أرار وثبت إيديه بمسامير في الجدار عشان ينتهي دين الملك الدحاك على إيد فريدون ورجع فريدون للناس وعمرهم يسيبوا أسلحتهم خلاص ويرجعوا لأعمالهم وحياتهم لأن لا يجب أن يعمل الجندي والحرة في ألعمل نفسه حتى لا تصاب البلاد بالفتنة فكل شخص يشتغل شغله عشان يعيش البشر في خير وهدو وبنهاية حكمة ودين الدحاك وصلنا لنهاية أسطورتنا النهاردة يارب تكون عجبتكم ويريد تكتبوا لنا إيه اللي لفت نظركم وإيه الحكمة والدروس المستفادة لو فيه يعني اللي طلعتوا بيها من الأسطورة ونشوفكم على خير وإلى لقاء